بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى أهلاً وصحبه أجمعين اليوم بإذن الله سوف نتعرف على خطوات الرقابة استكمالاً لما تعرفنا عليه في الدرس السابق عن مبادئ الرقابة وأنواعها اليوم راح نتعرف على خطوات الرقابة بالنسبة لخطوات الرقابة يتم تنفيذ وظيفة الرقابة من خلال مجموعة من الخطوات أولاً تحديد المعايير الرقابية، اثنين قياس الأداء، ثلاثة صحيح الانحرافات راح نتعرف على هذه الخطوات بالتفصيل أولاً تحديد المعايير الرقابية يتطلب تحديد المعايير الرقابية وجود أهداف واضحة فالأهداف هي النهاية التي تتطلع الإدارة تحقيقها وهي ما تم نقاشه سابقاً في موضوع التخطيط بعد أن عرفنا وحددنا الهدف الذي نرغب في الوصول إليه يأتي السؤال كيف نستطيع أن نتأكد من أننا نسير بشكل صحيح باتجاه الهدف ومن هنا فإنه لا بد أن يكون لدينا أدوات ومعايير لقياس هذا الانحراف ومقدار الفجوة التي بين الأداء الفعلي والأهداف المحددة مسبقاً يمكننا تعريف المعايير الرقابية بأنها وحدات وأدوات القياس التي يتم تقيم أداؤها بناء عليها مثال لو أخذنا مثال بسيط تخيل أن قائد سفينة في البحر حدد هدفه وهو الوصول إلى مدينة الدمام نثلاً ولكن ليس لديه معلومات عن الطريق وعن المؤشرات التي يعرف بها الطريق مثل البوصلة أو الخرائط وغيرها التي بناء عليها يستطيع أن يصحح مسار السفينة لو اتجهت يميناً أو شمالاً على المسار المؤدي إلى الهدف وهي مدينة الدمام ومن ثم فإنه في ظل عدم توفر الأدوات اللازمة للقياس وعدم وجود محددات للطريق الذي يسير عليه ومقدار الانحراف المسبوع أو الطرق التي يجب اتباعها فعليه هنا توقع أن يصل إلى الدمام دون أن يضيع وقتاً وجهداً كبيراً عناصر المعايير الرقابية ما هي عناصرها؟ عناصر المعايير الرقابية هي الزمن والكفاءة والكمية والمالية بالنسبة للزمن هو تحديد فترة زمنية يتمي القياس بناء عليها الكفاءة تحديد جودة المنتج المرادة القياسة الكمية تحديد عدد أو نسبة لأداء المطلوب المالية تحديد تكاليف الإرادات المتوقعة من الأداء مثال إذا قلنا أن المطلوب من عام المصنع الأثاث بالرياض هو إنتاج خمس طاولات من فئة ألف حسب المواصفات المحددة لهذه الفئة خلال الأسبوع وبتكلفة أجمالية لا تزيد عن خمسمائة ريال يتضح من خلال المثال السابق العناصر الأساسية للرقابة أولاً حددنا الزمن أسبوع ثانياً الكمية خمس طاولات ثالثاً الكفاءة منتج فئة ألف المالية خمس مئة ريال إذا هنا طبقنا عناصر المعايير الرقابية بعد ذلك سوف نتعرف على قياس الأداء قياس الأداء لقد تم في الخطوة الأولى من خطوات الرقابة معرفة أداء القياس وهي المعايير الرقابية وبعد الانتهاء من وضع المعايير فأنا نصل إلى الخطوة الثانية وهي قياس الأداء والتحقق إذا كان العمال التي تم إنجازها متقنة مع المعايير والأهداف أم لا يقصد بقياس الأداء هو مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير الرقابية التي تم تحديدها مسبقاً وذلك خلال جمع البيانات والمعلومات المطلوبة عن الأداء ما هي همية قياس الأداء تعد عملية القياس مهمة جداً لأنه لم يتم مقارنة ما هو موجود من الأداء الفعلي مع ما يجب أن يكون عليه وهو الأهداف فأنه لا يمكن القيام بعملية الرقابة ومن ثم يصعب على إدارة تحديد الانحرافات التي تحدث أثناء العمل بالشكل المناسب ما يؤدي إلى عدم تحقق المنظمة لأهدافها مثال يقوم أحد العمال في مصنع الحديد بدهان الواح من الصاج المقطع ضمن قياس محدد مسبق معايير ويقوم العامل بقياس أبعاد هذه الألواح قبل دهنها وليتأكد من أن أبعاد تقع ضمن نسب التفاوت المسموح بها أي أن الزيادة أو النقصان الموجودة لا تعدى الانحراف لا يتتعدى الانحراف المحدد ضمن المعايير المسموح بها ومن ثم إذ وجد أنها ضمن الأبعاد المثالية قام بدهنها وأما إذا لم تكن كذلك فإنه يقوم باستبعادها وإشعار الإدارة فورا بذلك حتى تتخذ الإجراء الصحيح لازم بعد معرفة أسباب الانحراف ومعالجته ثالثا تصحيح الانحراف وهو بعد أن تتم عملية القياس والأداء تأتي الخطوة الأخيرة وهي خطوة الرقابة وهي تصحيح الانحراف ويعد تصحيح الانحراف المطلب الأساسي من عملية الرقابة فليس المقصود من الرقابة هو فقط اكتشاف الأخطاء بل المقصود تصحيح الانحراف المساعدة في تحقيق الأحداث كيف يتم تصحيح هذه الانحرافات من خلال مقارنة النتائج التي يتم قياسها من المعايير الرقابية ومن ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والنظام الرقابي الفعال هو الذي يمكن من الاكتشاف هذه الانحرافات بشكل سريع دون ضياع وقت طويل في حساب الانحرافات وتحديدها ما هي أعراض وأسباب الانحراف؟ حتى يتم اتخاذ القرار التصحيح السليم فأنه لا بد من التفرق بين الأعراض والأسباب الحقيقية لهذا الانحراف ومن ثم فأنه يمكن تعريف الأعراض على أنها المظاهر الخارجي التي تبدو على السطح بشكل يمكن ملاحظته بشكل سريع ولكنها ليست هي المشكلة التي يراد علاجها أما الأسباب فيمكن تحديدها مع مبدأ أن لكل مشكلة سبب مثال على ذلك عند مراجعة المبيعات الفعلية مع المبيعات المستهدفة في إحدى المنظمات التجارية وقد وجد أن هناك الحفاظ في المبيعات السنوية في المنطقة الوسطى وقام المدير مع المشرفين في البحث عن أسباب هذه المشكلة لعلاجها واتخاذ القرار الصحيح فيها وقد بدأ المدير مع مساعديه ببحث احتمالات الأسباب السبب الأول التخطيط فقد يكون السبب مثلا في التخطيط أو في عدم وجود أهداف محددة بشكل واضح في تلك المنطقة الثنين التنظيم عدم تنظيم رجال المبيعات وتوزيعهم في تلك المنطقة بشكل مناسب يساعد على تحقيق الأهداف المحددة ثالثا التوجيه فعدم وجود عدد كافي من المشرفين لمتابعة سير العمل في تلك المنطقة ونصف كفاءة المشرفين الإدارية والإشرافية مما يؤدي إلى ضياع جهود رجال المبيعات وانخفاض مبيعاتهم السنوية كان هذا درسنا لهذا اليوم نستكمل بمشأة الله في الدرس القادم